ضبطت وحدات بحرية مشتركة لقوات التحالف وخفر السواحل مساء الخميس زورقا إيرانيا على متنه كميات من المخدرات والسلاح قبالة سواحل محافظة المهارة وعثرت على متن الزورق على 740 كيلو جرام من مادة الحشيش و214 كيلو جرام من مخدرات أخرى وعلى شحنة كبيرة من السلاح المهرب وألقت القوة البحرية القفضة على خمسة من أفراد طاقم زورق التهريب يحملون الجنسية الإيرانية وباكستاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر